موسيقى عارف عارف لما تصحى من النوم وتروح مشوار كده وانت حاسس من نقصك حاجة وتفضل طول اليوم عما تفكر وانا نسيت ايه نسيت ايه وممكن تفتكرها وممكن ما تفتكرهاش اساسا هو ده بالضبط كانت تامة وكانت نقصة ده درس الافعال التامة والافعال الناقصة ودي قناة حكاول نحكم معاكم مستر عبدالراد الشاعر يلا بينا لايك وشير زر الاشتراك على يمين نضغط عليه يلا نبدأ الدرس ونعرف ايه حكاية الفعل التام والفعل النقص لما اجا اقولك فعل تام يعني فعل ليه فعل لليه الجملة الفعلات اللي كنا عارفينها كلنا ان الجملة الفعلات تكون من فعل وفعل ولما يكون الفعل ده فعل فده بنسميه فعل تام ازاي لما اجا اقولك مثلا نال زويل نوبل يعني زويل العالم الكبير زويل الله يرحمه نال جائزة نوبل فنال ده فعل وزويل ده فعل فنال ده ساعتها بنقول عليها فعل تام لكن افعال النقصة لما نجي كان نفتكر كنا بناخد زمان حاجة اسمها فعل نقص وهي كانت كانة واخواتها اللي هي كانة واصبحة واطحى وامسة وصارة وباتة وليسة ومدامة كل دي كنا بنسميها كانة واخواتها لما نجي نفتكر كنا كانة واخواتها كانت بترفع اسمها وتنصب خبر زي المثال اللي قدامك ده صار الصعب ممكنا فالصعب ده اسم صارة مرفوع وعلامة رفع الضمة وممكنا ده خبر صارة منصوب وعلامة نصبي الفتح طب تعالقوا بشكل تفصيلي اكتر كان نقصة او نفتكرها بمعنى صح ان هو درس قديم وكلنا عارفينه بس يلا مع بعض نفتكره مع بعض وبيتكلم عن ايه لما اما قلناam كان الجو ممتعا تimated turn on كان الجو ممتعا ,جملة تتكون من وكان изб offshore اسمها وراها ومنحا warrantyeb rate فكانا دي نسميها فعل ناقص كان دي بنسميها فعل ايه فعل ناقص كان الجو ممتعا الجو ما نسميها اسم كان مرفوع هلزة وعلامة رفع فيه يبقى كان الجو Ohh إسلم كان مرفوع وعلامة رفعه الضمى ممتعا ده خبر كان كنا منصوب وعلامة نصبه الفتح كان فعلا ناقص ناسخ مبني على الفتح والجو اسمه كان مرفوع علامة رفعه الضمى ممتعد خبر كان كان عقل ممتحبه وعلامة قواته الفتح على ايه حدث التراكي gab字 كان النقيصة برضو تعالى ناخد كم جملة كده عليها عشان نفهمها لما اجا اقول لك كن جميلا ترى الوجود ده جميلا كان هنا ممكن تيجي مضارة وممكن تيجي موادي وممكن تيجي امر زي كن كن ده فعل امر كن ايه كن انت انت دي هي الضمير والضمير هنا مستتى وهي اسم كن كن فعل امر ناسخ مبني على السكون و الاسم كن هنا ضمير مستتى التقدير هو انت كن انت وجميلا هي خبر انت منصوب او خبر كن منصوب وعلامة نص به الفتح والخبر هنا نوعه مفرد طب بص المثال ده يبقى فوق جي خبر مفرد طب بص المثال رقم اثنين بيقولك يصبح وجوه معتدلا في الربيع طبعا كان اخواتها زي ما اتفعنا ممكن تيجي مضارع ممكن تيجي ماضي وممكن تيجي امر زي ما جات في يصبح هنا جات فعل مضارع لما اجا اقولك يصبح وجوه الجوه هنا تقرب اسم يصبح طب يصبح نفسها تقرب ايه هتقرب فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعي الضم وبرضه بتقوم بنفس عميل كان اخواتها يعني بترفع اسمها وبتنصب خبره فالجو ده اسم يصبح مرفوع وعلامة رفعي الضم كان الجوه ماله معتدلا معتدلا ده خبر يصبح منصوب وعلامة نص به الفتح وتلاحظ هنا ان خبر يصبح جيه برضه مفرد طب بص المثال الرقم الثلاثة على كان النقصة يبقى ملاحظين ان كان النقصة كل الامثلة اللي احنا خدناها هتلاقي في اسم كان وفي خبر كان وتلاقي كان واخواتها جاه في الاول ووراها جملة طويلة عريبة طب بص المثال الثالث ده بيقولك ايه ما فتي الرجل جاهلا يعني الرجل ما زال جاهل لسه جاهل زي ما هو ما تعلمش لما تيجي تعرف جملة زي دي بتيجي تعرف مثلا كلمة فتئة اللي هي من كان اخواتها بالمناسبة مداما ما فتئة مبرحة ما زال كل ده من اخوات كان ففتئة هنا فعلي ماضي ناقص ناسخ مبني على الفتح وكنا بنغنيها كلا فعلي ماضي ناقص ناسخ مبني على الفتح والرجل هنا هو اسم فتئة اسم فتئة مرفوع وعلامة رفع يتضم وكان الرجل ماله جاهلا جاهلا هنا خبر ما فتئة منصوب وعلامة نصب الفتح تعال نخش على مثال رقم اربعة بيقولك ليس التواضع ضعفا يعني التواضع ده عمره ما كان ضعف واللي يفهمه ان هو ضعف بقى ده في مشكلة في الماضي او فعال نرجع على موضوعنا ليس هنا من اخوات كان وليس بتقرأ بنفس اعربها يعني فعلي ماضي ناقص جامد ناسخ مبني على الفتح ومعنى هنا جامد ليه زودت جامد زودت كلمة جامد انه ما ينفعش يجي منه مضارع يعني ما ينفعش اقول يا ليس مسلا بيجي السورة اللي قدامك ده بس والتواضع هنا هو اسم ليس منفوع وعلامة رفع يتضم ليس التواضع مالا ماله ضعفا ضعفا هنا خبر ليس منصوب وعلامة نصب الفتح يبقى نطلع من الموضوع ده ان كان النقصة ممكن يجي لها اسمها ولها خبرها وخبرها ممكن يجي مفرد ممكن يجي جملة اسمية ممكن يجي جملة فعلية ممكن يجي شكل جملة لما نيجي ننتقل بقى الحديث عن كان التامة واحنا اتفقنا كان التامة اللي هي بيكون لها فاعل وفاعل يعني مفيش ولا اسم كان ولا فيه خبر كان ولا بنجيب السيرة دي خالص طب ايه العلامات ان انا ممكن اعرف بها كان التامة؟ اول حاجة لا يأتي بعدها خبر منصوب يعني بصراحة العبارة كلمة لا يوجد خبر بيجي وراها. زي ما اتفعنا. هو بيجي وراها فاعل. يبقى استحالة كانت تمة. يجي وراها ايه? خبر منصوب. ودايمن كده بتلاقي موجودة في الاخر كده. الحاجة التانية ان كانت تمة كل واحدة من الاخوات كانت لها معنى معين. فمعنى مثلا كلمة كان هنا معناها وجده او حصل. يعني حاجة حصلت او حاجة اتعملت. واصبح واضحى واضحى وامسى وباتى الاربع دول بيضل على الوقت. اصبح وقت الصبح الصباح واضحى وقت الضحى وامسى وقت المساء وباتى الوقت المتأخر من المساء. والاربع دول بيضل على الوقت. صار وبيتساوي رجع ودي بتضل على ان واحد رجع رجع من حاجة يعني لها استخدامات مختلفة خالص عن كان اللي احنا عارفنا. وظل ودايما بتيجي معنا بقى. واخر واحدة برحة بتيجي معنا بطرقة. دي معاني كان التم. هتحاول انت تحفظهم. انا بمحبش الففز ولكن دي هتضطر ان انت لازم تكون حافظة. تأتي كان التم احيانا بعد. في بعض الكلمات كده اول لما تشوفها تسعين في المية هتلاقي وراها كان التم. وده ملخص الكلام ده كله. يبقى تسعين في المية بعد الكلمات اللي انا هقولها دلوقتي دي. بتلاقي كانت تمة جاية وراها. طب ايه الكلمات دي? عندنا كلمة حيثو. تسعين في المية يجي وراها كانت تمة. يعني كانت تمة هتلاقيها تسعين في المية تأتي بعد الكلمات دي. حيثو. حينة زي ما هناخد امسيتها كمان شوية. حيثوما. زي كلمة اينما زي اي اداة شرط. يبقى حيثو وحينة وحيثوما واينما واي اداة شرط. بيجي وراهم كانت تمة. يعني كانت تمة بتيجي وراهم على طول. طب طب. الكلام اللي انت قلته ده جميلة مثل. انا عرفت بعض العلامات ان كانت تمة لا يأتي بعدها خبر منصوب. وعرفت معاني كانة واخواتها. وعرفت ان في كلمات احيانا او غالبا او تسعين في المية بيجي وراها كانت تمة زي حيثو وحيثوما وحينة. تلاتة بحرف الحق. واينما واي اداة شرط. طب. عايز امثلة بقى عشان نفهم. بص يا سيد. تعال ناخد بقى مثال مثال كده ونفهم واحدة واحدة. احنا دلوقتي بنتكلم عن كانة التمة. اللي هي لها فاعل ومنهاش ولا اسم ولا خبر. اقرأ المثال ده بيقول لك اتقل لا ها حيثوما كنت. اول حاجة هتلاحظها هنا ان في كلمة حيثوما. والحاجة التانية اللي هتلاحظها وحيثوما دي قلنا من بعض العلامات او من العلامات اللي بتدل ان بيجي وراها اا كانة التمة. الحاجة التانية هتلاحظ ان كنت هنا او كانت اخواتها جات في الاخر ما جاش وراها خبر ودي تاني بلاحظة ممكن نلاحظها. الحاجة التالتة هتلاحظها هنا ان كنت هنا جات بمعنى وجدت. او وجدت. يعني اتقل لا حيث ما وجدت يعني في اي مكان انت موجود في وجد اي مكان انت موجود في لازم تتقل لا. عز وجل ان ربنا مطلع عليه. يبقى احنا عندنا فيه تلات علامات هنا بتدل ان كنت هنا هي طبع كانت تمة وليس كانت منها قسم. اول حاجة هتلاقي ان ما فيش خبر منصوب جاي وراها. هتلاقي جاي في الاخر. هتلاقي ان معنى كان هنا هنا بمعنى وجده. وهتلاقي كلمة حيثومة موجودة قبلها. ودي علامات كافية. ان تقول لك ان دي اسمها كانت تمة. طب ساعتها كانت تمة دي. لازم يكون لها فاعل. فين الفاعل بتاع كنت? كنت ايه? كنت انت. فالفاعل هنا ضمير او كنت التاق تاق الفاعل دي. تمام? كنت انت التاق دي تاق الفاعل او ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل. طب بص المسار رقم اتنين ده بيقول لك ايه? بيقول لك الا الى الله تصير الامور. يعني الامور كلها بترجع الى الله عز وجل. طب تعالوا شوف العلاماتهم. اول حاجة تصير الامور. الامور دي مش خبر. تمام? يبقى هنا ما فيش خبر منصوب جيه وراها. الحاجة التانية ان تصير هنا جات بمعنى ترجع. يعني الامور كلها بترجع الى الله عز وجل. الحاجة التالتة هتلاقي ان الامور هنا جات فاعل مرفوعة وعلامة رفعي الضم. طب المسار رقم تلاتة على كان التم ما شاء الله كان. ودي جمل بنقولها كتير جدا. طب تعالوا نشوف العلامات. هتلاحز ان كان جات في الاخر. ودي غالبا كان بتلاقي جاية في الاخر. هتلاحز برضو ان كان جات هنا بمعنى وجدة. تمام? وهتلاحز كمان ان جات في الاخر. ماشي? الفاعل هنا كان مين? ما شاء الله كان. كان مين كان هو عايد على لفظ الجلالة الله عز وجل. او عايد على الشيء ان انت بتعمله. فالفاعل هنا ده مين مستدر? مستدر تقديره ايه? خلق. المسار رقم اربعة بيقول لك ايه? ظل الاب يعمل حتى اضحى. يبقى غالبا هتلاقي كانت واخواتها التامة هتلاقيها موجودة في الاخر. ظل الاب يعمل حتى اضحى. اضحى هنا من اخوات كانت. طب. اول حاجة هل في خبار منصوب? لا. طب. اضحى هنا بتدل على الوقت. اه يعني ظل الاب يعمل حتى اضحى يعني الاب يجنة بالليل. طب. الفاعل هنا في اضحى مين اضحى هو يبقى الفاعل هنا ضمن مستدر تقديره هو. يبقى العلامات اللي بتدل على كانت التامة بتلاقيها في الاخر. بتلاقي بعض الكلمات ذا حيثو ما وحينة وحيثو وادوات الشرط جاية قبلها. اه منهاش خبر منصوب وديه علامات كافية ان هي تقول لك ان دي كانت التامة وليست كانت النقص. طب. تعال ناخد امثلة تانية. بيقول لك فسبحان الله حين تمثون وحينة تصبحون. تمثون وتصبحون هنا تمسي وتصبح اللي هي من اخوات كانت. وعادي جدا ان هي تيجي بسرعة المدارع وتيجي من افعال الخمسة بسبب الاتصال هنا بواو الجامعة. طب. تعال نشوف الادلة اللي بتدل ان تمثون وتصبحون هنا من كانت تامة وليست كانت النقصة. هل في خبر منصوب لا يا مستر ما فيش اي حاجة تمثون وتصبحون. يبقى دي اول حاجة. تلاحظ ان حينة جات قبل تمثون وحينة جات قبل تصبحون. وده من علامات اللي بتدل ان دي كانت تمة وليست كانة الناقصة. هتلاحظ كمان ان هنا تمثون وتصبحون بتدل على الوقت. طب. في الفاعل هنا واو الجامعة فاعل ما ده فعلا من افعال الخمسة. فتمثون دي واو الجامعة هي ضمير مبني في محل رفع فاعل. طب تمثون نفسها وتصبحون طارب اي طارب عادي حسب موقعه في الجملة. فعلهم ضارع مرفوع وعلامة رفع ثبوت النون. لانها من الافعال الخمسة الاتصالي بوهو الجامعة. طب تعال ناخد المثال رقم ستة بيقول لك ايه؟ بيقول لخالدين فيها مادامة السماوات والارض. يعني هيفضل موجودين طول ما السماو والارض موجودة. مادامة هنا من اخوات كانت. طب تعال نشوف هنا كان هنا تمة ولا ناقصة. عشان نشوف العلامات الموجودة. اول حاجة. السماوات والارض. طبعا الارض معطوف على السماوات. فمفيش هنا خبر اساسا والسماوات هي الفاعل بتاعت. يبقى اول حاجة ما فيش خبر منصوب. الحاجة التانية دائما هنا جات بمعنى بقية او جات بمعنى ظلر او جات بتدل على البقعة. السماوات هنا تعرض ايه؟ قال لك مادامة من اللي السماوات. يبقى السماوات هنا فاعل مرتفعة وعلامة رفا يتضمن. ومدام كان الفاعل جات وراها فاعل يبقى الفاعل ده او كان دي كان تمة وليست ناقصة. مثال رقم سبعة. نرحل حيث كان الماء. زمان كلا اهلنا في البدو زمان كانوا كل ما يروحوا يعني ما بيعودوش في مكان اللي لما يكون في مية وزرعة. نرحل حيث كان الماء. تعال نشوف كان هنا تمة ولا ناقصة. اول حاجة تلاحظ ان كان هنا جات في الاخر. او في كل الجمل اللي خدناها عمر ما كانت تمت لقى جاية في الاول. فتلاحظ انها تجي في الاخر قبل الاخيرة كلا يعني. الحاجة التانية كان الماء مفيش هنا خبر منصوب. طبع الشرط التاني اللي كان هنا بتدل على ايه؟ بتدل على وجده. يعني بنرحل في اي مكان فيه مية. تلاحظ كمان ان الماء هنا هي اللي فاعل بتاعك كانت. فالماء هنا فاعل مرفوع وعلامة رفع الضمان. ما سمعش حد بيقول ان الفاعل كانت. مش حاجة اسمها كنا. طبع. المثال التامن والاخير على كانت التامة بيقول لك ايه؟ بيقول لك لم يبرح اللاعب مكانه. يعني اللاعب ما سابش ايه؟ ما سابش مكانه. لما تيجي تلاحظ هنا هتلاحظ كلمة يبرح وهي من اخوات كانت مابرحة. تمام? طبع. يبرح هنا ده فعلا مضارعة. احنا اتفقنا كانت اخواتها بتقرب حصل موقعها في الجملة. فيبرح هنا فعلا مضرع مرفوع وعلامة رفع الضمان. طب احنا عايزين نتأكد كانت هنا تامة ورا ناقص. هنشوف العلامات. يبرح اللاعب مكان. اللاعب مكانه ومكانه دي ممكن تبقى خبر? لا استحارة. يبرح اللاعب ماله ومكانه. لا يا مثل مش خبر. طب. اللاعب دي طارة بيه؟ اه يبرح اللاعب اللاعب تفاعل مرفوع وعلامة رفع الضمان. يبقى اول حاجة هنا مفيش خبر منصوب. الحاجة التانية هتلاحظ ان يبرح جد بمعنى يترك. يعني اللاعب ما سابش مكانه. الحاجة التالت هتلاحظ ان كلمة اللاعب هي فاعل مرفوع وعلامة رفع الضمان. ومكان هتقرب يبرح اللاعب هيبرح ايه هيسيب مكانه يبقى مكانه هنا مفغول به منصوب وعلامة نص به الفتح. وده باختصار شديد الفرق بين كانت تمة وكانت النقصة. طب. امثلة بقى واسئلة يا مستر عشان ايه? عشان الموضوع بقى يثبت في الدماغ وما يخرجش تاني. بص يا سيدي اول سؤال. سلي ان جهلت الناس عنا وعنكم فليس سواء عالم وجهول. يعني اسأل الناس عنا عن عيدتنا وعنكم وعلى عيدتكم. هل هيستوي العلماء اللي هو عيدتنا احنا يعني والجهلاء اللي زيكم. طبعا دي قصيدة من الهجاء. اه طب. السؤال هنا بقى. اسم الفعل الناقص. فين الفعل الناقص هنا? اه سامح بيقول لي ليس هنا فعل الناقص. طب. اسم الفعل الناقص هنا. سواء فليس سواء عالم وجهول ولا عالم ولا جهول ولا ضمين مستدفى. نعرف الاول ليس هنا كان تمة. ليس طبع كانت تمة ولا ناقصة. ليس سواء عالم وجهول. طبعا هنا بيقول لك اسم الفعل الناقصي. باكيد ده ايه? اكيد من غير ما الفقر كانت ناقصة. طب. ليس طبعا من الاخوات كانت. ليس سواء عالم وجهول. طبعا الجملة هنا فيها تقديم وتأخير. في مفوض يقول لك ايه? فليس عالم وجهول سواء. فسواء دي هتيجي في الاخر وعالم هي اللي تيجي في الاول. فكلمة عالم هنا هي اللي اسم ايه? اسم الفعل الناقص اللي هو ليس. طبب بص على المثال التاني. كنتم خيرة امة اخرجت من الناس. فين خبر الفعل الناقص? او لو ما اقول لك خبر فعل اناقص يبقى كانت تمة ولا ناقصة? اكيد يا مصرة تبقى كان ايه? ناقصة. طبعا هنشوف كنتم. خيرة امة اخرجت من الناس. كنتم. هنا التاع هنا عيدة على اسم. اسم كنت. تمام? فين خبرها? هل يطرى خبرها هنا هيكون خير? ولا امة? ولا اخرجت? ولا الناس? طبعا اخرجت وللناس هنستبعد. ودايما لما تيجي تحل الاسئلة بتاعتك تستبعد اجابتين وبعد كده تشوف اجابتين عشان ما تعدش التوخ في الاسئلة. فهنستبعد اخرجت وهنستبعد الناس لان الناس تحالة تكون الاجابة بتاعتنا. فهن عندنا خير وامنا. كنتم ايه? ما لقوا خير. يبقى خير هنا هي اللي خبر الفعل النقص. طب السؤال الرقم تلاتة بيقول لك ايه? فيا لك من الليل تقاصر طوله. فيا لك من الليل تقاصر طوله. وما كان ليلي قبل ذلك بقصر. يعني الليل ملو قصر كان ليه? وليلي قبل كده ما كانش قصير. وده راجب كان بيحب محبوبته يعني بيمدح فيها. طب السؤال هنا بيقول لك خبر الفعل النسخ. طب فين الفعل الناسخ? اه يا مستر ايه كان ايه? فعل الناسخ. فين خبرها? هل يطرى خبرها ما كان ليلي هل خبرها ليلي ولا خبرها قبل ولا ذلك ولا بقصر. تعال نشوف. وما كان ليلي قبل ذلك بقصر. لما تجي تلاحظ هنا دايما لما تلاقي فيه ظرف او فيه جر ومجرور تعرف ان الجملة فيها تقديمه تأخير. فقبل هنا ظرف نبدأ نلتب الجملة بتاعتنا. المفهود الجملة تتبقى ايه? ما كان وما كان ليلي بقصر قبل ذلك. فبقصر هنا هي اللي خبر الفعل النسخ. مثال رقم 4 بيقول لك كان ابوك زوجاه يعني ابوك زوجاه ليه منصب كلا عالي جدا. طب السؤال هنا بيقول لك احذف كان واختب السياسة يعني هنشير كان ونرجع الجملة الاصلة. فهتبقى ايه? هتبقى ابوك زوجاه عظيم ولا ابوك زوجاه عظيم? سيبقى من الاختراض تعانح اللحنة. هتبقى ابوك طبعا مبتدى مرفوع بالواو. ماله? هتبقى زوجاه من الاسماء الخمسة وهتبقى خبا مرفوع بالواو. ويبقى ابوك زوجاه عظيم اللي هي رقم G. السؤال رقم خمسة. سنظل له اوفياء لوطنين العظيم العظيم مهما كان السبب. بيين نوع الفاني من حيث الزيادة والنقصان. يعني اني فعل ممكن قابل للزيادة والنقصان. يعني اني فعل ناقص واني فعل تام. المفهوض يبقى النقص والتواني. طب تعال نشوف سنظل هنا. كلمة سنظل. هل سنظل هنا ناقصها ولا تامة? تعال نشوف. شو في علامات. سنظل نحن اوفياء. لا هنا جت. سنظل نحن اسم سنظل واوفياء خبر. يبقى اول واحد هنا سنظل الاوانية دي ناقصها. طب كان السبب. مهما كان السبب. تلاحظ ان كان هنا جت في الاخر. هتلاحظ ان هنا ما فيش خبر منصوف. هتلاحظ كمان ان في مهما ودي برضو مع علامات اللي بتدل على كان التامة. يبقى هنا الاولى ناقصة. الاولى دي ناقصة والتانية تامة. السؤال رقم ستة. اذا ظل الانسان صابرا شاكرا كان الفرج. حدد الاعراب الصحيح. يعني عايزين نعرب الانسان. وعايزين نعرب الفرق. تعال نشوف اول واحدة. ظل الانسان صابرا. دي طبعا كده جملة من اخوات كانة. بينا جدا. الانسان اسم ظل وصابرا خبر ظل. يبقى اول واحدة هتبقى اسم ظل مرفوع. طبعا نشوف التانية. كان الفرج هتلاحظ اللي كان هنا جات في اخر الجملة. طبعا هنا كان تمت. فمن غير ما تكمل كان هنا هتبقى فاعل مرفوع وعلامة رفعه. السؤال رقم سبعة. ابيته ابيته نجيا للهموم كأنما خلال فراشي جملة تتوهجه. يعني لما انام كده بالليل ما بعرفش انام من كتر الهموم اللي انا شايلها. كأنني نايم على ايه? على نار كده على فحض. حدد الاعراب الصحيحة. عايزين نعرب كلمة نجي. ابيته نجيا للهوموم كأنما. كلمة ايه? كأنما خلال فراشي جملة تتوهجه. حدد الاعراب الصحيحة. الاعراب الصحيحة هنا طبعا خبر ابيته اللي هي كلمة نجيا. فتعرف خبر ابيته منصوبه علامة نصبي الفتحة. السؤال الثامن. منفك المصري. حجم المسئولية المرقعة على عاطقي اكمل الفراغ. المفهود هنا يعني منفك المصري يعني مازال يعني. هل هو مدرك ولا مدركا ولا مدركا ولا مدركون. تعال نشوف مع بعض. منفك من اخوات كان. يبقى ناقص ان احنا نشوف هنا كان تامة ولا ناقصة. منفك كمين? المصري فالمصري هنا اسم منفك. واحنا اتفعنا الاول لما يجي كان واخواتها في الاول تعرف ان هي كانت ناقصة وليست التامة. فمفروض المنفك المصري اسم منفك مرفوع. ومفروض الكلمة اللي بعد كده هتبقى منصوبة فهتبقى كلمة مدركا ودي خبر منفك منصوب وعلامة نصب الفتح. ما تنساش تبقى الحمد لله الدرس خلص ما تنساش بس ان انت هتحل تطبيق تحت في الوصف هتلاقي في تطبيق هتحل السؤال هتلاقي الدرجة بتاعتك زهرة قدامك على طول. الحاجة التانية في حلقة لحل الاسئلة بتاعت الكتب الخارجية. آآ ياريت قبل ما تمشي لايك وشير زر الاشتراك على ايمين نرغط عليه. عشان نوصل لكل الناس. كان معكم مسر عبد الرازق. ودي كناة حكاوي النحو. والسلام عليكم ورحمة الله.